أطلقت صفرات الإنذار في منطقة القدس للمرة الأولى منذ بدي إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة وأكدت وسائل علام إسرائيلية اعتراض صاروخين في أجواء القدس فيما سمع شهود عيانة دوية انفجارين وفي وقت اللاحق أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد أنه أطلق دفعة صاروخية جديدة باتجاه القدس يأتي هذا بعد اقتحام جماعات إسرائيلية المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة وذلك عقب إعلان السلطات الإسرائيلية سمح بإجراء فعاليات ما يسمى بذكرى خراب الهيكل كما هو مخطط له وسمحت للمستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى وكذلك لأعضاء الكنيسة المتطرفين وفقا لصحيفة يدعوت أحرانوت ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسل الشرق قاسم الخطيبة قاسم مع صباح اليوم أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى ما التفاصيل لديك حول هذا؟ في الجولة الصباحية للاقتحامات كان هناك ما يقارب من 1500 يهودي مقتحم وصل إلى داخل المسجد الأقصى الجولة الأولى انتهت منذ دقائق كانت هناك اعتقالات لاثنين من الصحفيين المتواجدين في المكان المتواجدون الفلسطينيون داخل المسجد القبلي قاموا بالهتاف وتم القبض على بعض منهم بهذه التهمة للتكبير والهتاف خلال مرور المستوطنين الجولة الأولى انتهت هناك جولة ثانية في الوحدة والنصف في توقيت الكدس بعد انتهاء صلاة الجمعة وقبل بدأ الاستعدادات لصلاة الظهر وقبل الاستعدادات لصلاة العصر حتى هذه اللحظة هناك نوع من الهدوء داخل بحات المسجد الأقصى في البلدة القديمة في الكدس اطلاق السواريخ باتجاه الكدس التي تم عمليا اعتراضها من قبل الكبة الحديدية فوق كرية أبوغوش الفلسطينية في المنطقة قريبة من غربي الكدس عمليا تزامنت مع بدء دخول المكتحمين المجموعات الأولى من المكتحمين إلى المسجد الأقصى صباح اليوم طيب قاسم هذا التطور الجديد في هذه العملية العسكرية والرد من جانب حركة الجهاد في غزة هل يفتح المجال على خيارات أخرى تقوم بها إسرائيل عمليا هذا الموضوع أو محاولة قصف الكدس هو يتناغم مع الخط الذي وضعه الجهاد الإسلامي والذي حملت العملية العسكرية بمسمياتها الفلسطينية اسمه هو التوحيد الساحات عمليا هناك محاولة لوضع موضوع القدس على أجندة الحرب في غزة هناك محاولة أيضا من قبل الجهاد إلى تحريك عناصره داخل الضفاء الغربية بالنسبة لإسرائيل إسرائيل قامت بتوجيه ضربة قوية جدا للجهاد في قطاع غزة ولكن الجهاد الإسلامي لا يتوجد فقط في قطاع غزة وهناك تحذيرات أمنية إسرائيلية من إمكانية أن يقوم الجهاد بعمليات داخل الضفة الغربية الهدف الأساسي لهذه العملية وفق تصريحات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هو توجيه ضربة قادلة للجهاد ليس فقط في غزة والضفة الغربية وإنما أيضا في كل مكان يتواجد فيه ربما هذا تلميح لرغبة إسرائيل أيضا بالمساس في القيادات السياسية المتواجدة في لبنان وسوريا ولكن بالمجمل في هذه اللحظات هناك شعور بأن إسرائيل بدأت تحاول إنهاء هذه العملية العسكرية في اجتماع المجلس الأمني الوزارة المصغر للشؤون السياسية والأمنية في مساء أمس كان هناك تصريحات واضحة من رئيس الشباك الإسرائيلي أن العملية قد أنجزت أهدافها وهناك حاجة للبدء بإنهائها الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة الإنجليزية قال قبل دقائق بأن إذا توقف الجهاد عن إطلاق الصواريخ فربما تتوقف إسرائيل أيضا وقال أي هدوء من قبل الجهاد سنجيبه به هدوء من القدس سوف نتابع معك هذه التطورات شكرا جزيلا لك ولليوم الثالث على التوالي تواصل إسرائيل قصفها قطاع غزة ما أسفر عن ارتفاع عدد الضحايا والإصابات الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت ساحة في مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة إلى جانب بناية من ثلاثة طوابق في رفح من جهتها أعلنت حركة الجهاد أن غارة جوية إسرائيلية في رفح أودت بحياته خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي ما اعتبره تحييد القيادة العليا لحركة الجهاد في القطاع